كل شيء للنساء التأثير الإيجابي والسلبي بحياة الرجل اللي هم مرتبطين به خصوصاً لعبين اللي هم محط أنظار وعجاب الكثير من النساء أنا بالفترة الأخيرة استفزني موضوع أعتقد اسمه أشرف حكيمي اللي هو صارت انفصال وطلاق لأنه الناس لا موشون ارتبط بهذه الإنسان اللي هم يعتبروها سيئة فبعدياً من انفصاله والناس كلها فرحات لأنه هو طلع مسجل أملاكة وأموالة اللي هي من زوجته على طمع فمسجل أملاكة وأموالة باسم والدته فبهل حالة أنا كبر عيني جداً أشرف حكيمي نظرية غيرت مرات يعني هسا كريستيانو رونالدو متزوج حبيبتها الأولى لأنه أمت كانت تقولها أنه هي ما تحبك إليك تحب فلوسك وحتى جورجينا يمكن هو هذا السبب لي هسا أنه هي بعدها بعدهم أنه ما متزوجين أنه هذا السبب مرات هاي التدخلات تكون من خطأ همينة يعني وتأثر على العلاقة أنه هي بالنهاية دا تربيه للأطفال وهي عادها أطفال من عندها يعني هي بشروا يعني طامعة وما عاد هذا يعني أغلبيتهم صاروا يسوون لهم بزنس خاص وهما صاروا يمكن مشهورين أكثر من اللاعب يعني بستايلهم بلبسهم اللي دا يختاروا من البرندات العالمية الجنة يعني همين أنه لازم يقتنعون أنه لا أنه هي همينة هسا صارت مشهورة مثلنا وهي ما محتاجة أصلا فلوسنا صحيح يعني أنا أشوف أنه يعني النساء هنا زوجات يعني اللاعبين أكو جزء منهم مظلومات وأكل يعني بس هم بنفس الوقت أنه هي تترك يعني مكانها ومنطقتها أو بلدها وتروح ويا يعني هاي أشوف فهم يعني صعب عليها يعني مولكل تقدر يعني صراحة فإنه هذا الشيء أشوف أنه هي دا الضحي هم في سبيل أنه يعني شون نجاحة بس أكو هواية من النساء أنه منعة اللاعبين من أنه يروح مثلا فد نادي أو فد منتخب أو فد احتراف يعني وخلت أنه يخسر يعني نقدر يعني نقول كرياضي يعني ينزل كل شيء من وراء أنه هي مثلا متى تروح هذا المكان أو هاي المنطقة أستعافيشون يا عمبر هي مدام دا تحبه فهي رح تروح ويا أي مكان يعني مثلا فرض لأنه بيوم من الأيام أنت زوجك مثلا راح الغير مكان يعني شغلة مثلا راح على سوريا أو تركيا أو غير بلد أو مثلا أي واحدة من عندنا يا بنا طبعا أنت راح تروحين ويا أكيد ما راح تعوفي يعني هاي بالنهاية هاي مو هي تضحية فعلا أوكي أكو تضحية بس بالنهاية هو هذا زوجها يعني خلص حياتهم سوية بس شوفوا الموضوع اللي صار أو تقرير هو بالأساس صار أنه لأنه أغلب النوادي أو أكثر النوادي صارت يعني تتناقش بالأمور اللي هو داريدون يستدعون لعب إلهم ويا زوجات اللاعبين مويا اللاعب نفسها فالقرار صار بيد الزوجات اللي هي ممكن تكون زوجتها أو حبيبتها فعلا ما نعرف أنه عن طريقة هي أنه هي تقنعة تأثر عليه هيك الموضوع صار هو ممكن أي تقنعة يعني من هاي ناحية أكيد راح تقدر تقنعة صحيح ممكن تقدر تقنعة يعني إذا هي مقتنعة تقنعة بس إذا هي مقتنعة ما راح تقول له أقعد وسكت وهو بالنهاية شوفوا يا بنات يعني هما هي لما تكون مرتاحة راح تخلي البيت كلها مرتاحة وسعيد وبالنهاية هو همينة فهي بالبداية لازم ترتاح ومكانها يكون على مهزاجها خلص احنا قبل ما تشلنا نذكر زوجات اللاعبين أو ما تشلنا نعرفهم أصلا بس بهاي الفترة يعني صاروا بالفعل محط أنظار وأيقونات بالنسبة لبعض البنات أنه هي من ناحية اللبس صار يعني أبسط شي جورجينا قلدوها يمكن آلاف طريقة استايلها حتى مكياجها صار يعني الناس تقلدوا أخذتها مو بس يعني كشخصية حبوها هو يمكن حتى الناس تقربت من جورجينا أكثر من خلال هذا الرياليتي شو اللي صار اللي هي دتعرض بي حياتها اليومية شلون تقضي أيامها وهي التفاصيل إنه خاصة وصفراتها وتتأخذ أصدقائها وياها والأخذ والبراندات اللي تشتريها والجملة اللي حبيتها أنه هي كانت تقول أنا قبل شن تبيع جنط هساني أشتريهم أشتريهم وأعرف حتى يعني لاعبين عراقيين عندنا نفس الشي هم زوجاتهم لهم تأثير عليهم هواية يعني ومعروفينهم عندنا هواية يعني مثلا حتى أعرف لاعب عراقي أنه يقول أنه هو ما يروح أي نادي أو ما يحترف مو شرطهم بالزوجته والدته ما يقبل أنه يشترط على النادي أنه تكون والدته هي ويا وين ما تروح يعني فأي احتراف لازم تكون والدته موجودوية فمو شرط بس الزوجة وممكن حتى الأم الأخت نفس الشي أكيد وموضوع قناعاته تعتمد على الشخص نفسه وطريقة تفكيره واهتمامه بالأشخاص اللي هما دائر ما دائر